مرحبا وتحياتي للجميع يعتبر الفيلسوف الفرنسي الكبير إيميل دوركايم واحد من الرواد الكبار في ميدان علم الاجتماع لبل يعتبر أحد أبرز المؤسسين لهذا الفرع من العلوم الإنسانية طبعا إيميل دوركايم ولد سنة 1858 في فرنسا لعائلة يهودية منتزمة دينيا لكنه سيتخلى في الشبابي عن إيمانه الديني وسيتجه لدراسة الفلسفة والاجتماع إضافة لعلوم أخرى كالاقتصاد والانثروبولوجي ولاحقا بعد نينه لشهدات الدكتوراه سيقعد إليه بكرسي علم الاجتماع والتربية في جامعات السربون العريقة توفي إيميل دوركايم في سنة 1917 وكان عمره حوالي 59 عاما ودفنا في باريس في الواقع إيميل دوركايم هو الذي جعل من علم الاجتماع يعني علم أكاديمي إذ بفضل جهوده ودراساته وطبعا مناهج التي قدمها استطاع أن يبين أن علم الاجتماع أو الدراسات السوسيولوجية هي فرع علمي مختلف عن الدراسات مثلا الفلسفية والنفسية وطبعا على إثر ذلك تم تأسيس كرسي أكاديمي جامعي لهذا العلم أيضا دوركايم طبعا صاحب إسهمات كبيرة جدا ورائدة في هذا المجال تمثلت مثلا في إيجاده لنظرية جديدة وطرق ومناهج ألمية وبحثية مكتكرة طبعا للتعامل مع الظاهرة الاجتماعية كما أنه قام بنحت مصطلحات يعني لم تكن موجودة من قبله وبالتالي ظلت أو ما زالت هذه المصطلحات يعني لغاية اليوم مرتبطة باسمه أيضا إيميل دوركايم هو أول من بحث مثلا في مسألة العلاقة بين الفكر والمجتمع وكذلك بين المعرفة والمجتمع وأيضا العلاقة ما بين النمو الاقتصادي من جهة والظواهر الاجتماعية من جهة أخرى كما أن إيميل دوركايم يعني أيضا هو رائد ما يعرف بالاتجاه أو المدرسة الوظيفية في ألم الاجتماع هذا الاتجاه الذي يعني باختصار شديد يركز على دراسة المجتمع بكليته يعني أكثر من تركيزي على أجزائه وهم هنا الأفراد كما أن هذا الاتجاه يدعم يعني حالة الاستقرار التي يراها الحالة والسماء الطبيعية للمجتمع طبعا في وجه مثلا حالة التغيير والصراع التي يراها يعني ليست حالة طبيعية وإنما حالة شاذة ليست من سمات المجتمع أيضا إيميل دوركايم هو من أول من قام بالمماثلة ما بين المجتمع والحياة العضوية طبعا على أساس وظيفي فبرأيه كما أن حياة الكائن العضوي مثلا هي نتيجة لبنائها العضوي ووظيفة أعضائه كذلك الحياة الاجتماعية هي أيضا هنا نتيجة للبناء الاجتماعي وما فيه طبعا من تعابير وظيفية لأفراده طبعا قدم إيميل دوركايم كل هذا الانتاج الذي تحدثنا عنه وغيره الانتاج الفكري والمعرفي والعلمي طبعا في عدة مؤلفات نشير قسم منها في حياته وقسم آخر يعني جمعة ونشيرها بعد موته من هذه الكتب يعني على سبيل المثال هناك مثلا كتاب تقسيم العمل الاجتماعي أيضا كتاب الانتحار أيضا قواعد المنهج في علم الاجتماع وكذلك كتاب الأشكال الأولية للحياة الدينية طبعا إلى غيرها طبعا العمارات الفكرية للدراسات السوسيولوجية خاصة عند المؤسسين الأوائل قامت لنقل على أسئلة حول أصل المجتمع نشوء المجتمع عوامل نشوءه ما هي القوانين مثلا التي تحكم الحياة الاجتماعية إلى غيرها من هذه الأسئلة من ضمن هذا الصياق لنقل أيضا ظهرت بشكل طبيعي سوسيولوجيا دوركايم التي ممكن أن نعيد تأثرها أو لنقل أنها تأثرت يعني من ضمن صياقها الزبني الذي أتت به بعاملين أساسيين أولا تأثرت بالبيئة طبعا والتقاليد الفكرية الفرنسية ابتداء من الديكارتية مرورا بفكر التنوير وصولا إلى وضعية أوغست كونت العامل الثاني وهو عامل مهم جدا أيضا هو التحولات التي شهدتها الفترة التي عاصرها دوركايم فقد كانت فترة تحولات تاريخية كبرى في يعني مشمل القارة الأوروبية بشكل عام ومنها فرنسا يعني على وجه التحديد فرنسا التي في ذلك الوقت بدأت بالتحول من مجتمع تقليدي زراعي شبه كامل إلى مجتمع للصناعة دور كبير فيه خاصة طبعا في المدن الكبرى والتي يأتي على رأسها العاصمة باريس طبعا هذا التحول أرخى بظلاله على الواقعين السياسي والاقتصادي وترك أثره بشكل طبيعي على شكل وبنية المجتمع وهذا بالتالي ما دفع لنقل بإيميل دوركايم أولا لملاحظة ومتابعة هذه التغيرات وثانيا لدراستها ودراسة أثرها بشكل خاص على المجتمع وأفراد المجتمع طبعا قرب دوركايم الظاهرة الاجتماعية من عدة جوانب من عدة نواحي وزوايا مختلفة ومن نافل القول أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تغطية النتاج الدوركايمي يعني انصح التعبير بحلقة واحدة ولا حتى بعدة حلقات لذلك سأركز حديثي على فكرة العقل الجمعي بالتحديد التي كما رأيت نالت العدد الأكبر من الأصوات في الاستخداء الذي أجريناه منذ بضعة أيام ومنذ يوما بالتحديد ويعني لربما أيضا في سياق الحديث أعرج على فكرة أخرى لها ارتباط بالعقل الجمعي هي فكرة تقسيم العمل والتضامن الاجتماعي طبعا هنا لابد من أن أشير قبل أن أبدأ بأن حديثي عن العقل الجمعي سيكون بشكل موسع أو شكل أعام يعني لم أحصره فقط بدوركايم وأفكار دوركايم طبعا لكي نرى أبعاد فكرة العقل الجمعي وأثرها سواء على المجتمعات على الأفراد وعلى الدور الذي تلعبه في سياق طبعا تطور المجتمع أو تخلفه أو خموله يعني علم الاجتماع كما هو معروف يهتم بدراسة المجتمع وما يظهر عنه من ظواهر طبعا تثار الأسئلة حولها بداية ومن ثم يعني تحاول الدراسات والأبحاث تقديم الإجابات والتفسيرات عن هذه الظواهر أحد هذه الأسئلة التي انطلق منها دوركايم طبعا في فكرتي حول العقل الجمعي كانت تقول أنه كيف يمكن لعدد كبير من الأفراد المتميزين على المستوى الشخصي والذهني والسلوكي وحتى على المستوى المعيشي يعني كيف لهم أن يتصرفوا وأن يفكروا بنفس الطريقة داخل المجتمع الموجودين بداخله طبعا إجابة دوركايم كانت أن ما يقف وراء السلوك والأفعال والفكر الجماعي الموحد لهؤلاء الأفراد هو ما أسماه بالعقل الجمعي وبرأيه أنه يعني كما أن مثلا لكل فرد عقله الخاص به كذلك أيضا للمجتمع كما يرى عقل جمعي يمثل مصدر كل المعرفة أو المعارف السائدة في داخله فإذا بشكل طبيعي يعني كما ما استطيع أن نستنتج فالعقل الجمعي من منظور دوركايم هو المكون الأول والأصلي والأساسي لأفكار الناس وهو الموجه لسلوكياتهم وفي نفس الوقت أيضا يؤدي هذا العقل الجمعي وظيفة الضابط والناظم للمجتمع طبعا هذا العقل الجمعي كما رأى دوركايم يتشكل ويتكون من منظومة العوامل الاجتماعية والعوامل الثقافية التربوية وطبعا العوامل الدينية التي يشترك أفراد المجتمع بالاعتقاد والإيمان بها والعمل طبعا من وحية كمثل أن كل أفراد المجتمع مثلا يعتقدون بصحة أراء وأفكار سائدة شائعة عامة أيضا هناك القيم المترسخة لدى هؤلاء أيضا العادات والتقاليد والأعراف التي يعمل الجميع يمارسها الجميع يحتكمون لها كذلك الدين واللغة بوصفهما هوية مشتركة لأفراد المجتمع أيضا هناك مثلا الإيديولوجيا السائدة سواء الفكرية أو السياسية فكل هذه العوامل وهذه المفاهيم وغيرها طبعا هي مكونات أساسية تدخل في بنية العقل الجمعي طبعا التأثير المزمن لهذه العوامل وتراكم هذا الأثر وترسخه في الذاتر الجماعية مع الوقت أدى إلى أن تتحول هذه العوامل وهذه المفاهيم المشتركة إلى ما يشبه الإطار المرجعي للجماعة هذا الإطار المرجعي الذي صبغ سلوك الأغلبية صبغ طريقة تفكيرهم بحيث أصبح كل فرد من أفراد المجتمع طبعا يعمل على ضوئها ومن ضمن إطارها إذن العقل الجمعي كما نرى ما هو إلا تجسيد للتصورات والمعتقدات وللأفكار والقيم والعواطف المشتركة لأفراد يشكلون مجتمع أو جماعة أو يمكن مثلا أن نقول عنه بنوع من التبسيط أن العقل الجمعي هو أيضا مرادف للرأي العام المتحكم والمهيمن والمسيطر على جماعة معينة أو على مجتمع بحد ذاته ولذلك يعني نجد أن أفراد هذا المجتمع نجدهم متشابهون يعني بشكل كبير جدا فالكل مثلا نرىهم متفقين على منظومة فكرية يعني يقاربون أي رأي أو أي فكرة من خلالها أيضا نرىهم متفقين على منظومة جينية أو على دين واحد على عقائد واحدة تقوص واحدة على منظومات قيمية واحدة أيضا وحتى يعني مشاعرهم وعواطفهم وردود أفعالهم تجاه أي قضية يعني تطرح تكون فعلا يعني إذا نظرنا عليها تكون متقاربة ومتشابهة إلى حد بعيد لأن كما قلنا يعني ما يجمعهم هو إطار مرجعي سلطة عليا فوقية هي العقل الجمعي طبعا بحسب دوركايم فللعقل الجمعي هذا خواص وصفات ذاتية متعددة منها أنه خارج ومستقل بمعنى أن العقل الجمعي ليس نتاج العقل الفردي ليس نتاج عقل فردي من أفراد المجتمع ولا هو بنفس الوقت أيضا محصلة أو مجموع لعقول كل أفراد المجتمع وإنما لنقول أنه أشبه بالكيان المستقل ويمكن هنا لكي نبسط الأمر أن نشبه العقل الجمعي بأنه من مثل شعور نفسي جماعي أو مزاج فكري عام فتداخل الأفراد وتشابقهم طبعا في المجتمع الواحد يولد هذا الكيان المختلف والمنفصل في نفس الوقت في تفكيره وفي شعوره الجمعي طبعا عن تفكير وشعور الفرد عندما يكون مثلا لوحده هناك فرق كبير بين الشعور الجمعي والمزاج الفكري العام الجمعي وبين تفكير وشعور الفرد في حالة عندما يكون مثلا بمفرده أو لوحده أيضا من خصائص هذا العقل الجمعي ومن صفاته أنه أيضا تلقائي وسابق بمعنى أن ليس الفرد هو من صنع هذا العقل الجمعي أو أن ليس الفرد من حدد معادير العقل الجمعي وقوانينه لأن العقل الجمعي كما يرى دوركاين هو السابق بوجوده على الفرد أو على عقل الفرد على العقل الفردي بشكل عام فالإنسان كما نعلم يعني يولد ويجد هذه المنظومة الاجتماعية المتكاملة أمامه وعليه يعني أن يلتزم بها كما نعرف وهذا معنى التلقائية أيضا معناها في أن الفرد كما أن العقل الجمعي سابق على العقل الفردي أيضا الفرد يقوم باتباع العقل الجمعي سواء بوعي أو من دون وعي بشكل تلقائي تماما فعلى سبيل المثال طيب عندما يعني يؤدي الفرد كما نرى واجباته الاجتماعية عندما يلتزم بتقاليد وقوانين مجتمعه طيب هو هنا لا يؤدي ولا يلتزم بواجبات ومبادئ مثلا حتى لا هو لنفسه لا أبدا هو يؤدي ويلتزم بشكل تلقائي لواجبات وينصع لقرارات محددة سلفا بفعل تلسخها طبعا في العقل الجمعي وكذلك هو الحال طبعا مع المعتقدات الدينية ومحرماتها ومباحاتها داخل المجتمع نرى الإنسان بشكل تلقائي ينسجم مع ما هو مسموح ومع ما هو ممنوع بشكل تلقائي يقوم بواجباتها الاجتماعية التي ولد وكانت هي موجودة ومحددة سلفا وهذا إن أردتم بالمناسبة هو هذا السلوك هو الذي يتعارف على تسميته استلاحا بسلوك القطيع أيضا من أهم خصائص العقل الجمعي أنه عقل يعني يفرد بالإجبار والإكراه أنه جبري وملزم بمعنى أن الفرد ليس حرا هنا في اتباعه للعقل الجمعي أو الخروج عنه لا يملك الحرية في أن يقول أنني سوف أتبع على العقل الجمعي أو لن ألتزم بما يمليه هذا العقل الجمعي إنما الإنسان أو الفرد داخل المجتمع التي يسيطر عليها العقل الجمعي هو مجبر على الالتزام به وبطريقة يعني قهرية بالقوة كما نقول فالعقل الجمعي هو عقل تسلطي عقل ممكن أن نسميه عقل ديكتاتوري يفرد سلطته وسيطرته على كل عقول أفراد المجتمع أو الجماعة فنراه بالتالي يتحكم بأرائهم بأفكارهم بأفعالهم بسلوكياتهم يعني حتى البسيطة منها أيضا يقوم هذا العقل الجمعي برسم من مثل حدود وتابهات اجتماعية لما هو مسموع وممنوع داخل المجتمع وطبعا يعني لا داعي للقول أن كل الويل والثبور كما يقال وعظائم الأمور لمن تسول له نفسه ويتجرأ على أن ينحرف مثلا بسلوكه أو بتفكيره عما رسم أو حدد له إذ يعني كما نعلم والأمثلة كثيرة ممكن يعني أن يتعرض للقمع للترهيب للقهر أو للنبذ أو لما يسميه دوركاين بالضغط الاجتماعي هذا الضغط الاجتماعي الذي يسلب الفرد فرادته أو فردانيته يسلبه قناعاته وجهة نظره فبالتالي تكون النتيجة هي استسلام لاواعي للعقل الفردي طبعا لمسبقات جاهزة عليه طبعا قد يصل هذا الفرد بفعل الضغط الاجتماعي المتزايد والممارس وكذلك كل أفراد المجتمع قد يصلون لبلوغ مرحلة الانحياز الكامل والتطرف الدغمائي لما يوجد في العقل الجمعي وبالتالي أيضا بالمقابل سيكون هناك بشكل طبيعي ضمور للعقلانية والتفكير المنطقي النقدي وهذه العملية يعني بكل بساطة ممكن أن نسميها مثلا عملية تجهيل وغسل دماغ بطريقة جماعية طبعا ما يعزز قوة وسلطة وسطوة وترسخ العقل الجمعي داخل المجتمع يعني هذا عائد أو هذا التعزيز عائد لعدة عوامل منها مثلا وأهمها الوراثة والتربية والتنشئة وتغلغل هذا العقل الجمعي طبعا في مفاصل كل المؤسسات الاجتماعية فالإنسان كما نعلم يعني يولد ويجد أمامه العقل الجمعي الذي يقوم بتشكيل عقله وقولبته وتعطيره وتوجيهه طبعا بفعل التربية الاجتماعية ابتداء من أولى مؤسساتها المصغرة وهي الأسرة طبعا وصولا إلى المؤسسات الأكبر كالمجتمع المدارس الجامعات المنتديات إلى آخرين أيضا من مصادر قوة العقل الجمعي هي تلك السلطات الاجتماعية التي تملك نوع من النفوذ على العقل الجمعي كمثل السلطة الدينية والسلطة الثقافية وحتى السلطة السياسية التي تعمل على توجيه العقل الجمعي أو تعمل على استثارة العقل الجمعي من أجل طبعا أهدافها الخاصة فمن خلال هذه العوامل إضافة لعوامل أخرى بالتأكيد تتكرس قوة وهيمنة ورسوخ العقل الجمعي وتسلطه على حساب الأفراد وكنتيجة طبعية سيصبح هذا الفرد يشعر دائما بأن قيمته داخل المجتمع هي مرهونة بمدى قربه وانسجامه وحتى بعده مع ما هو سائد في محيطه الاجتماعي لأن المقياس هنا لكي يكون كائن اجتماعي سوي كما يقال يكمن في الانخراط الكامل في التصورات والأفكار والقناعات الاجتماعية الشائعة والقائمة يعني حتى لو كانت على حساب قناعاته الشخصية إذا ما تعارضت معها طبعا يصبح معيار الانتماء للجماعة هنا أو للمجتمع هو بالتخلي عن مكنونات ذاتك الراغبة بما لا يرغب به المجتمع ومن ورائه العقل الجمعي فلكي تكون كائن اجتماعي بمعايير العقل الجمعي على أناك الفردية أن تنصهر وتذوب كما كل الأنوات الأخرى في وعاء النحن الاجتماعي هذه هي شروط نجاح كينونتك الاجتماعية على حساب وجودك أو لنقول كينونتك الفردية وهي شروط كما تحدثنا قبل قليل ملزمة أو ملزمة وجبرية وإلا وإلا سيحصل الصدام لا محالة طبعا الصدام ما بين أو بين ما يريده العقل الجمعي منك وبين ما تريده أنت لنفسك وهو سيكون صراق قاس جدا ربما يدور على محورين طبعا محور ذاتي داخلي في الإنسان ومحور خارجي في أرض الواقع كما يقال ويعجز فعلا يعني كما تقول التجربة الكثيرين على تحمل هذا الصراع أو على تحمل تبعاته طبعا نهاية هذا الصراع ستكون نتيجة من اثنتين يعني لا حل ثالث فمثلا على المستوى الذاتي النتيجة ستكون إما بانتصار ما فيك من العقل الجمعي على ما في ذاتك وعقلك الفردي وهنا ستعود لتغدو كائنا اجتماعيا سويا مستقيما وإما بانتصار ما في ذاتك على ما فيك من العقل الجمعي لتتحول هنا صحيح إلى كائن مالك متصالح مع ذاته لكن مغترم عن واقعه ومحيطه الاجتماعي أما على المستوى الخارجي الواقعي فالنتيجة أيضا ستكون إما بأن تعود لترضق لمعايير العقل الجمعي من خلال طبعا عملية ارتداد على الذات فتعود هنا مجددا لكي تسير مع القطيع وتتماهى مع القطيع وتنغمس فيما يتفاعلون به وتشاركهم كما يقال في أفراحهم وأتراحهم وهواجسهم وإما فالنتيجة الثانية هي أن تكون العواقب أو أن تنتظر العواقب الوخيمة التي ليس أقلها مثلا الإذاء النفسي والمعنوي وطبعا قد تصل ربما إلى العنف والإذاء الجسدي طيب من جهة أخرى يعني في سياق متصل وباختصار شديد فأيضا دوركايم كان يعتقد أن الدين والأخلاق واللغة وحتى المعرفة كلها صنيعة المجتمع كلها ذات أصول اجتماعية أو انبثقت من المجتمع فالدين هو كما يراه منتج اجتماعي طبعا أملته ضرورات اجتماعية ليس أولها مثلا تكوين صلاط ما بين الأفراد ولن يكون آخرها طبعا تماسك وتعاضل الجماعة وطبعا العقل الجمعي هو من يعمل يعني على تثبيت وترسيخ وحماية المعتقدات الإيمانية الدينية أيضا المعرفة هي عند دوركايم ظاهرة اجتماعية مصدرها المجتمع والعقل الجمعي وليس مصدرها مثلا العقل كما تقول مثلا المدرسة العقلانية وأيضا ليس مصدرها للمعرفة مثلا المدرسة التجربية أو التجربة والحس فقط كما تذهب إلى ذلك المدرسة التجربية فدوركايم لنقول انتقد كل المدرستين ونقد أراءهما معا وقال بالمقابل إن مصدر المعرفة هو المجتمع لأن المجتمع كما يرى أولا هو سابق على الأفراد وبالتالي هو الذي يشكل عقولهم ويؤسس خلفياتهم المعرفية فبالتالي المجتمع والعقل الجمعي هما أصل مقولات العقل وهما أيضا من جهة أخرى من يخطان كلمات التجربة على صفحة العقل البيضاء التي يولد الإنسان كمثلها على حسب تعبير أو رأي جون لو طبعا إضافة لأن أصلا الدين واللغة والأفكار وحتى الفلسفة والعلم يعني كلها كما يرى دوركايم هي نتاج اجتماعي فبالتالي تكون المعرفة أيضا هي منتج طبعا لهذا الأمر هي منتج اجتماعي أيضا وهذا طبعا يقود إلى القول بأمرين أسبقية العقل الجمعي على العقل الفردي وبطبيعة الحال أسبقية المعرفة الجمعية على المعرفة الفردية طبعا هذا باختصار شديد يعني ذكرنا النتائج من دون الدخول في الأبحاث المطولة والدقيقة التي طبعا قام بها دوركايم سواء حول الدين وأصل نشأته يعني ابتداء من القبائل البدائية والتوطنية وتشكل المقدس مقابل الدنيوي إلى آخره أو حتى يعني اختصرنا كل أبحاثه حول علم اجتماع المعرفة ففقط يعني أحب أن أشير إلى أن دوركايم كان يرى أن سواء الدين أو الأخلاق أو حتى المعرفة وكل الأفكار والقيم ما هي إلا إنتاجات اجتماعية خالصة طبعا رغم أن فكرة العقل الجمعي كما يرى دوركايم تحمل الكثير من الجوانب السلبية ليس أقلها يعني كما رأينا تقييد حرية الفرد إلا أنها كما يعني يرى أو توصل بأبحاثه أنها لعبت دور مهم هو دور الربط والتماسق والتضامن ما بين أفراد المجتمع خاصة في المجتمعات الموسومة بالتقليدية كمثل المجتمعات المتدينة مجتمعات ذات تفكير بداية مثلا أو فيها رواج للثقافات الشعبية العامة أو مجتمعات ضعيفة مثلا على المستويات الاتصادية والعلمية تقسيم العمل فيها معضوم يعني إلى آخره المهم في هذا النمط من المجتمعات كما يرى دور كايم يكون العقل الجمعي في أوج سلطته وسطوته يعني كما الحال في المجتمعات العربية هذه المجتمعات القائمة يعني كما نعلم بأغلبها على ركائز انتماءات معينة سواء ركائز الانتماء وطبعا الشعور الغرائزي العاطفي سواء للدين أو بالطائفة للمذهب للاديولوجيا السائدة سواء السياسية القومية الشمولية حتى الانتماء الغرائزي للقبيلة للعشيرة للعائلة لوطنية مصطنعة يعني إلى آخره وطبعا نتيجة لهذه الانتماءات نرى أن هناك سيطرة شبه كاملة للعقل الجمعي على المجتمع العربي بشكل عام طبعا ما يعزز من قوة العقل الجمعي داخل المجتمعات العربية هو بلا شك السلطة الممسكة بزمان الأمور عبر طبعا أدواتها سواء السياسية الدينية أو الإعلامية التي تدور في فلكها فهؤلاء كما نلاحظ أو كما نعرف لديهم من القدرة من النفوذ ما يسمح لهم بالنفاذ إلى داخل العقل الجمعي والتلاعب به وتوجيهه نحو ما يصلط طبعا في مصلحة بقاء سلطانهم وسلطان أسيادهم ونفوذهم وسيادتهم على الناس وترسيخ ثقافة القطعان البشرية طبعا المغيبة الإرادة والوعي والمساقة اللي ربما إلى حد فيها من دون علمها فيعني على سبيل المثال طيب دائما ما نلاحظ أن القادة السياسيين ورجال الدين وبعض ممن يسموا بقادة الرأي العام ومثقفية السلطة نرهم يعمدوا إلى مخاطبة الجمهور بخطابات شعبوية كما نسميها وهي في واقعها في حقيقتها طبعا خطب تستثير العقل الجمعي بشعارات براقة طبعا تضرب على وترعي الانتماء الوطني والديني والمذهبي والعرقي وتكون أيضا مشحونة بتمجيد الماضي المجيد بين قوسين ورموزه وأيضا تعمل هذه الخطب على خلق أعداء مفترضين يتربصون الدوائر مثلا بشعبنا وأمتنا وديننا وحضارتنا وتاريخنا وطبعا هذه الخطب تصف كيف أنهم هؤلاء الأعداء المفترضين يعني يكيدون لنا ويدبرون المؤامرات آناء الليل وأطراف النهار لكي يسلبون عزتنا وكرامتنا واستقلاليتنا ومقدراتنا وهويتنا وإلى آخره طبعا هذا الخطاب الشعبوي الذي يستثير العقل الجمعي يلهب حماس الجماهير التي تصبح هنا مستعدة للقبول وللمصادقة على أي رأي أو قرار أو فكرة يعني تلقى على مسامعها أو تصبح هذه الجماهير مستعدة فعلا لتنفيذ أي شيء مهما كان يطلب منها يعني من دون وعي ومن دون أي بصيرة أيضا سيادة العقل الجمعي داخل المجتمعات العربية وسطوطه وإذكاء هيمنته طبعا إذا أردتم هو أيضا سبب في عدم موجود ثقافة الاختلاف داخل هذه المجتمعات طبعا لأن العقل الجمعي المهيمن ينظر إلى من لا يشاركه قناعاته بعين معيارية هذه العين المعيارية هي السبب في الإنغلاق والتقوقع والدغمائية بما يجعل من التسامح أمرا صعبا إن لم نقل يعني شبه مستحيل أو حتى مستحيل فنرى لذلك بين الحين والآخر أن هذا الجمهور المستثار جماعيا وغرائزيا نرى أحيانا يصب جام غضبه على مجموعات أو على فئات أو على أقليات معينة طبعا مختلفة يعني حتى لو لم تكن على صلة بما أغضبه نراهم يصبون جام غضبهم عليهم وأحيانا يعني لمجرد أسباب أو مستثيرات تافهة جدا فهؤلاء يقومون بهذا كفعل لا إراضي لأنهم يرون في هذا الفعل لنقل دفاعا عن قيم وعادات وتقاليد وعقائد مجتمعهم المترسخة طبعا والمسيطرة عليهم من خلال العقل الجمعي طيب أخيرا يعني كي لا أطيل أكثر ككلمة أخيرة أفضل طريقة كما أرى ممكن للإنسان اتباعها للتفلط من قبض العقل الجمعي وسطوته تكون يعني كما أرى بممارسة مثلا التفكير النقدي والوقوف عند كل صغيرة وكبيرة عند كل شاردة وواردة وأعمال التفكير النقدي فيها أيضا كسر الحاجز النفسي باتجاه الآخر واتضاع على ما عنده هذا الآخر من تشارب وأفكار وعقد المقارنات واختيار ما هو منطقي ومناسب وعقلاني كذلك من المهم أيضا متابعة آخر المنجزات والمسجدات الفكرية والعلمية التي تشدد أواصر أذهاننا إلى العالم الفكر الإنساني بشكل عام وإلى يعني عالم العلم الذي يعني يفيد كل البشر على اختلاف أعراقهم وانتماءاتهم الضيقة فطبعا هناك ربما أفراد لا قدرة لهم لنقل على الوقوف في وجه العقل الجمعي فهنا يعني وبنقل كنصيحة يعني برغمتية فيعني كما أرى لا بأس بالقليل من سم التقاليد الاجتماعية البالية والعقائد الاجتماعية البالية كي يستطيع هؤلاء الذين لا يملكون القدرة على المحافظة طبعا على توازنهم النفسي والاجتماعي في حياتهم اليومية على أن الإبداع يعني كما أرى كان ولا يزال صفة ملازمة للفرد أو للشخص الذي تفلت من سطل العقل الجمعي وطلق التابوهات الاجتماعية فتحرر وعيه وبالتالي أصبح ينظر من دون مسبقات مبجلة وحقائق مطلقة جعلت منه كائن محدود القدرة الذهنية وأعمى البصيرة ومغيب الوعي ومجرد مقلد ببغائي يعني لا يعرف ولا يجيد إلا تكرار النغمات القديمة فختاما كي لا أطيل طبعا قد أكون قد خرجت يعني عن الإطار الدوركايمي في بعض الأماكن لكن يعني سيكون لنا حلقة ثانية لنعوض هذا الأمر حلقة ثانية عن دوركايم قريبا طبعا لنتحدث فيها يعني عن ما لم نستطع أن نتحدث به خلال هذه الحلقة وأيضا لنطرح فيها موضوع تطور المجتمع وظهور تقسيم العمل وخلق هذا التقسيم للعمل ما اسماه دوركايم بتضامن العضوي بين أفراد المجتمع هذا المجتمع المطور طبعا مقابل ما كان سائدا من تضامن آلي كان يسود في داخل المجتمعات التقليدية فأعتذر على الإطالة مرة أخرى وشكرا على الاستماع وإلى اللقاء